مع استحداث أبنية حديثة تفتح أفاق جديدة لتجربة تعليمية مفتكرة تعزز من الإبداع والتميز تتطلع جامعة كربلاء إلى رفع مستوى التعليم العالي من خلال استحداث أبنية عصرية لتكون خطوة نحو توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية استقطبت جامعة كربلاء لربما نسبة عالية من الطلب الأجانب المتقدمين إلى الدراسة في العراق ضمن مبادرة أدرس في العراق التي قادها السيد وزير التعليم العالي حصة كربلاء كانت حصة الأسد تقريبا باعتبار أنها ضمن التصنيف من يشوفوها الطلبة يعتبرون أنه هي ضمن التصنيفات من التصنيفات العالية إضافة إلى الاستقرار الأمني وما يسمى بالإنفراستركتر أو البنية التحتية للجامعة من أبنية ومختبرات وبئات جامعية جميلة جدا من الحدائق والأشجار والبحيرات وكل هذا جاء بتكاتف جهود جميع الكادر التدريسي في جامعة كربلاء يعكس حماس الطلاب للأبنية والمعدات المستحدثة في جامعة كربلاء تحولا ملحوظا في تجربة التعليم حيث تعد هذه التحديثات نقلة نوعية تفتح أفاقا جديدة للإبداع طبعا الوسائل التعليمية مهمة جدا بعملية نجاح لعملية التعليمية بصورة عامة وتساعد الطالب في استوعاب المواد الدراسية مثلا لوحات الذكية وصبرات الذكية أو حتى المباني والمختبرات كالمختبرات الحاسوبية تساعد الطالب في إعداد البنيانات والمعلومات التي يحتاجها أنا أولا من شنة مرحلة أولة فرق عني هسا اللي داعيشها حاليا بها الفترة كبنايات مثل بناية القسم الإنجليز الجديدة وبنايات البقية اللي خلف قسمنا واللي يهم القسم الحاسوبات حاليا بنايات جديدة وحداثة حدائق وزيادة المساحات الخضرة وبحسب مختصين تعتبر هذه التحسينات استثمارا حيويا في مستقبل التعليم حيث تعزز الجودة وتدعم الابتكار مما يسهم في خلق بيئة تعليمية ملهمة علم طير واني نيوز كربلا